موسيقى من عمان ضيتنا الساركيس سيد شابريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة تيكوتي سيد ساركيس أهلنا بك يعني بدأت تأثيرات الفيروس والظهور على الشركات يعني شاهدنا أبل والتقديراتها لتراجع إرادتها في الفترة القادمة نتيجة تأثير الفيروس الصيني أو الفيروس كورونا في الصين يعني برأيك هل ستتوالى إعلانات الشركات وتأثيراتها على الفيروس يعني الكثير من الشركات الأمريكية منكشفة على الصين وأبل طبعا وإرادتها الكبيرة في الصين وربما كانت هي الدعم الرئيسي للإرادات خلال الربع الماضي للنسبة لأبل أهلا فيك بداية بالفعل تأثيرات فيروس كورونا ربما ستبدأ بالظهور بشكل أوضح اعتبارا من هذا الشهر فبراير بحسب عدة تصريحات وهذا بالتالي أيضا سيؤثر على أداء الشركات في العالم التي كان منها أولا شركة أبل فالانكشاف العالمي على الصين كبير جدا وحتى الشركات في الولايات المتحدة وغيرها ربما سوف تتأثر بقوة في فيروس كورونا ليس بالفيروس تحديدا كمدى انتشار لأني لست متشائم بدرجة كبيرة من انتشار الفيروس خارج الصين لكن أنا أتكلم هنا عن الاقتصاد الصيني ومدى تأثيره في الاقتصاد العالمي فالاقتصاد الصيني يشكل أكثر من 15% من الاقتصاد العالمي وأكثر من 19% من نمو الاقتصاد العالمي وبالتالي الشركات سوف تتأثر بشكل ملموس في الانخفاض بالطلب والصادرات أيضا الصينية أضيف على ذلك أيضا إلى أن الكثير من الشركات حول العالم لديها مصانع انتاج داخل الصين وهذا بالتالي سيؤثر على الانتاجية لهذه الشركات وهذا ما سينعكس أيضا على أعمال الشركات حول العالم نعم من فيروس كورونا سأنتقل إلى أسواق العملات واليورو أمام الدولار يعني كان يتراجع ووصل إلى بالقرب من أدنى مستويته منذ عام 2017 وعاد لي يستقر اليوم إلا أن الاتجاه الهابط لازال يعني مرجح وأمام الدولار وأمام العملات أو عملات الملاذ الآمن الأخرى إلى مدى سيستمر هذا التراجع أو ترجيح بأن يتراجع اليورو دولار؟ بالفعل الضغط الهابط مستمر على اليورو مقابل الدولار وهذا اليوم عم نلاحظ أيضا ضغط هابط على اليورو مقابل العديد من العملات والتي منها الملاذات الآمنة من جهة هناك توقعات بأن يستمر البنك المركزي الأوروبي في سياساته التحفيزية للاقتصاد رغم الإشارة إلى مخاطر خفض الفائدة إلا أن البنك المركزي الأوروبي ما زال يمتلك العديد من السياسات التي ربما سوف يستخدمها لتحفيز الاقتصاد الأوروبي وهذا سيشمل أيضا سياسات التسير النقدي والكمي وبالتالي ربما سيبقى الضعف على اليورو بحد ذاته بينما الفدرالي الأمريكي حاليا فهو يتوجه أكثر نحو الحفاظ على أسعار الفائدة وهذا بالتالي ربما سيكون ضاغط على زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الأقل خلال الشهرين المقبلين طيب يعني اليورو على ضغوط بالنسبة لمنطقة اليورو أو الاقتصاد الأوروبي بشكل عام أيضا شهادنا بيانات الاقتصاد الياباني والانكماش الذي تعرض له خلال البيانات التي صدرت أمس وبالتالي البنوك المركزية في العالم ستبدأ في اتخاذ خطوات تيسيرية إلى أي مدى يصب بذلك في مصلحة الذهب أم أن الذهب سيبقى فقط متعلقا بالفدرالي الأمريكي بالنسبة لتحركات أسعار الذهب فهناك العديد من العوامل التي تؤثر في تحركات أسعار الذهب من هذه العوامل توجهات البنوك المركزية حول العالم وأخذين بعين الاعتبار توقعات مزيد من الانخفاض في النمو في الاقتصاد العالمي وكثير من الدول العظمى والكبرى حول العالم والتي منها أيضا ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني واتخاذ سياسات التيسير النقدي واحتمالات خفض الفائدة ربما تكون إيجابية بشكل عام لأسعار الذهب حيث أن خفض الفوائد وسياسات التيسير النقدي والكمي يشابه تأثيرها ارتفاع التضخم فرغم أن التضخم حاليا في عديد من الدول العظمى حول العالم ما يزال يعتبر منخفض نسبيا إلا أن سياسات التيسير النقدي وأسعار الفائدة المنخفضة ربما تقلل القدرة الشرائية للنقد وبالتالي ربما يكون ذلك مفيد لأسعار الذهب لكن أود الأشير إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي حاليا في الأسواق مقابل العديد من العملات الأجنبية يدل إلى أن هناك طلب للدولار نفسه وأيضا طلب للسندات الأمريكية مما قد يجعل الارتفاعات في أسعار الذهب محدودة حتى ظهور أي معالم جديدة تؤدي إلى حصول طلبات كبيرة على الذهب فالارتفاع الحالي من الممكن أن يكون محدود نسبيا على أسعار الذهب لكن سياسات التسهيل النقدي وأيضا احتمالات خفض الفائدة ربما ستسمح لأسعار الذهب في محاولات الارتفاع ساركيس تشابريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي شكرا لك على إيكوتي اشتركوا في القناة